معانا النهاردة. استاذة مين? استاذ عادل يتفضل. استاذ عادل. استاذ عادل معانا. انا معاك اتفضل يا استاذ عادل. انا متابع حضرتك من برنامج حضرتك وكزا مرة اتصل وبعدان يجي صلاة العصر. ويقولي لي هاتصل بيك. فروح اصلي صلاة العصر واسابكم. طيب كويس او الحين اهو قبل صلاة العصر. عندي ولدين. تفضل. واحد عنده عشرين سنة. والتاني عنده ستاشر سنة. وبقى دعتهم من الصلاة كتير. يعني اللي معاك ستاشر سنة ده. بقى بحاول اخده معايا الصلاة معايا. كتير. وبيجي بيستجيب شوية. وشوية بيقطع. والتاني بقى بلا استجابة. اقول له انا دعيت. مفيش حد دعيته للصلاة. بالطريقة اللي انا دعت بها دي. الا وصلاة. الا انت. يصلين الفجر. حضرتك بتقول له كده? اه. يصلي الفجر. طب تعالى نتفق مع بعض باعتبار ان انا. باعتبار ان انا اب بس قديم شوية عنك يا استاذ عادل. تعالى نتفق على اول اجراء. بالله عليك ما تقول له الحكاية دي تاني. ايه. ما تقولوش ان انا وكاينك بتقولو ان انت اسوأ حد انا نصحته في حياتي. يا هو ايفهم كده. انت ما قلتلوش كده. بس هو صرته عن نفسه ان هو اكتر واحد وحش. اه. فممكن يحصل له ايه? ازا كنت انا وحش اروح اصلي ليه? يعني اقفل عشان يسمعوا هم هم عادين بيسمعوا دلوات. يا سلام يا سلام خليه ما لا لسه ازا كان ده السؤال خليهم هم يسمعوا معي وخلاص. فاذا كان ده السؤال يا استاذ عادل. اهو ده السؤال? اهو. اهو ده السؤال. طيب خلينا مع بعض. بقى لو انت عايز حدك تقفل وتسمع معاهم تعال ان نسمع مع بعض. والستاذ عادل. انا عايز اقول له حداتك حاجة. في بعض الاحيين احنا بنقول لأولادنا حاجات ولكن احنا مش متمررين ازاي نعمل لها اجراءات تتناسب معاها. يعني انا بقول له انا عايزك تحب ربنا. فهو واحنا قاعدين نفهمه الحب طول الوقت. الحب ان الواحد يعمل الحاجة بقردته. فيقول لي طيب يبقى انا لما احب ربنا اروح اصلي بقردتي. اروح اصلي وانا بحب ربنا. فيقول له بس انا خايف عليك. خايف عليك من عذاب ربنا. يقول لي انت مش قلتلي ان ربنا بيحبني. وانت دلوقتي بتقول لي ان ربنا يعزبني. طيب انا كده مش فاهم هو بيحبني ولا يعزبني. فالحل ببساطة خالص ان احنا نعمل تلات حاجات. اول حاجة ببساطة خالص عشان نكلم احبابنا عن جمال ربنا. فانكلم ربنا قديه بيحبنا. وقديه بيعطينا. وقديه بيوسع علينا. وقديه بيكرمنا. لان على فكرة احنا عايزين نحب ربنا. عايزين نعبد ربنا لان احنا عبيده. مش عايزين نعبد ربنا لان احنا بيننا وبينه بيزنس. فايحنا عبيده امتى? لما نحب سيدنا اللي عمل لنا كل حاجة هحب سيدنا اللي مازال حتى الان لما اجي اععف ونصيبه يلحقني هحب سيدي اللي هو بيعطيني من غير ما يحسبني على كل صغيرة وكبيرة ولكن هو طول الوقت بيقول لي حبيبي انت لو قتيت انا قبلتك فاكتر حاجة لازم نعملها نسمع ولادنا ان ربنا بيحبنا وان ربنا سبحانه وتعالى بيمدنا وان ربنا يحسبنا او بيحسبنا بس يحسبنا كمان حسب المحب فاحنا لازم اولادنا يحب ربنا ويعرفوا ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة لازم اولادنا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالت حاجة لازم نسيب اولادنا يسيروا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لان هم مكلفين زينا مش احنا مكلفين عنه التلات حاجات دي مهمة جدا في تربية اولادنا وتعودهم على الصلاة ونفضل ننصحهم